ما استمرار الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أنه ستظل هناك سيناريوهات اليوم التالي وهو ما كنا نتحدث عنه وهي المعضلة الأهم لكافة الأطراف خاصة وأن هناك إجماع على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية هي هيئة الحكم الذاتي التي تأسست عام 1994 عقب اتفاق غزة أريحة لحكم قطاع غزة والضفة الغربية كنتيجة لأصله واتفاق أصله عام 1993 وبعد تشكيل السلطة الفلسطينية كان من المفترض إجراء مزيد من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإعلان الدولة الفلسطينية خلال خمس سنوات لكن ذلك لم يحدث بسبب مباطلة إسرائيل من جهة والانقسامات الداخلية من جهة أخرى ومنذ تأسيسها تقوم السلطة الفلسطينية بعدة مهام من بينها الأمن وتشكيل الحكومة والبرلمان وسن التشتعات والقوانين فضلا عن التفاوض باسم الشعب الفلسطيني مع دول العالم السلطة الفلسطينية تعتمد في مواردها على الخارج أي الدول المنحة وعلى عوائد المقاصة التي تجمعها إسرائيل من عوائد السلع والضرائب وتقوم بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية وهي تشكل ثلثي دخل السلطة وهو ذات المبلغ الذي ترفض إسرائيل الآن أن تحوله إلى السلطة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر هذا بالإضافة إلى الدرائب التي تفرض على السكان في الضفة الغربية وفي غزة وفي عام 2006 وقع انقسام كبير بين الفصائل الفلسطينية خاصة فتح وحماس انهارت بسببه الوحدة الوطنية وأصبح منذ ذلك اليوم لدى الفلسطينيين إدارتان ومفاصلتان الأولى في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة حالة الانقسام هذه لابد أن تنتهي لصالح الوحدة وتحقيق مصالح وأهداف الشعب الفلسطيني لإعلان دولته المستقلة ترجمة نانسي قنقر